الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي تقدمت مبادرة ضوء بصوت باتول أبو علي الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان أحكام المواريث سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الثالث من الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان الإرث عن طريق التعصيب من الصفحة 96 حتى 103 الملخص أصحاب العصبة ما هم كل وارث ذكر لا يفصل بينه وبين الميت أنثى كالابن والأب والجد أبو الأب والأخ الشقيق والعم والوارث بالتعصيب يأخذ باقي التركة بعد أصحاب الفروض الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة يجب أن يكون الطالب قادرا على 1- أتعرف على أصحاب العصبة من الوارثة بأسمائهم أي ألقابهم 2- أتعرف على درجاتهم في القرابة والإرث 3- الفقر الأولى 4- العصبة النسبية 1- تعريف العصبة هم في اللغة القرابة الذكور الذين يدلون إلى الميت بالذكورة أي لا يفصل بينهم وبين الميت أنثى وسمي قرابة الرجل عصبة لأنهم يحيطون به للنصرة والحماية 3- والعصبة شرعا في علم المواريث هم 4- كل من يأخذ التركة كاملة إذا فرد 5- أو يأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض إن اجتمع معهم 5- وإذا لم يبقى من التركة شيء بعد أصحاب الفروض 6- فلا يأخذ العصبة شيئا 6- فهم يلون أصحاب الفروض في الإرث 7- حيث يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم من التركة 8- ثم يأخذ الباقي العصبة إن بقي شيء منها 9- وإلا حرم الميراث لحديث رسول الله 10- ألحق الفرائد بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر 11- والعصبة النسبية كالابن والأب والأخ والعم 12- والبنت مع أخيها والأخ مع البنت وهكذا 12- دليل مشروعية الإرث بالتعصيب 13- من القرآن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم 14- يوسيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين 14- سورة النساء الآية 11- ثم بيّن القرآن نصيب الأم والأب 15- فدل على أن نصيب الأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين 16- وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم 16- وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين 16- سورة النساء الآية 179 16- دلت الآية على أن جهة الإخوة من العصبة النسبية 17- كما ودلت الآيتان السابقتان على أن صاحبة الفرد من الإناث 18- تصبح عصبة بأخيها 18- وأما دني المشروعية الإرث بالتعصيب من الصنة فهو قوله 19- ألحق الفرائد بأهلها فما أبقت الفرائد فلأولى رجل ذكر 19- متفق عليه 20- والمراد من الحديث بأولى رجل ذكر 21- هو أولوية القرابة من النسب من جهة الأب 21- فدل الحديث على أن الإرث بالتعصيب يثبت لكل قريب من الرجال 22- يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال 23- ولذلك لا يمكن أن تكون النساء طريقا إلى التعصيب 24- وإذا تعددت العصبات فيرجح الأقرب إلى الميت في الدرجة 25- فإن اختلفت الدرجات فيرجح بقوة القرابة 26- إذا كان العصبات من درجة واحدة 26- الفقرة الثانية أنواع العصبة النسبية 27- تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي 28- أولا العصبة بالنفس 29- وهم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى 29- وهم أربعة أنواع بحسب الجهات القرابة 30- النوع الأول جهة البنوة 30- وهم فرع الوارث 31- الابن وابن الابن مهما نزل 31- بشرط ألا تتوسط بينهم أنثى 32- النوع الثاني جهة الأبوة 32- وهم الأصل الوارث 33- كالأب والجد مهما علو 33- بشرط ألا تتوسط بينهم أنثى 34- النوع الثالث 34- جهة الأخوة 35- وهم فروع الأب والأم للميت 35- أي الإخوة الذكور وأبناؤهم 36- مما لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى 36- النوع الرابع 37- جهة العمومة 37- وهم فروع جد الميت المذكور 38- وهم الأعمام وأبناؤهم 39- مما لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى 39- والطريقة توريث العصبة بالنفس كالآتي 39- 1- يقدم في الإرث الأعلى 40- فالأدنى درجة بحسب الترتيب السابق 40- فلا يرث الأدنى درجة بوجود الأعلى 41- فيقدم من كان من جهة البنوة على الأبوة 42- ثم الأبوة على الأخوة 43- ثم الأخوة على العمومة 43- إذا تحضت جهة القرابة 44- وكان العصبة من نوع واحد كالبنوة 44- فلا يرث الأدنى مع وجود الأعلى أو الأقرب 45- وبعبارات أخرى 45- كل من أدل إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة 46- فلا يرث الجد مع وجود الأب 47- كما لا يرث ابن الأب مع وجود الأب 48- ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ 49- ولا يرث ابن العم مع وجود العم 49- إذا اتحدت جهة القرابة ودرجتها 50- ولكن اختلفوا في القوة 50- فيقدم الأقوى قرابة على غيره 50- فمن كان قريبا من أبوين 51- يقدم على من كان قريبا من الأب 52- فيقدم مثلا الأخ الشقيق على الأخ لأب 53- إذا اتحد جهة القرابة وقوة القرابة 54- استحقوا جميعا المراث 55- ويقسم المال بينهم بالتساوي 55- كثلاثة أخوة أو أربعة أبناء وهكذا 55- ثانيا العصبة بالغير 56- تعريفها هي كل أنثى صاحبة فرد 56- إذا وجد معها ذكر من درجتها 57- فإنها تصبح معه عصبة 57- كالبنت مع الأبن 58- والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق 58- ويشترط للعصبة بالغير 58- اتحاد الدرجة وقوة القرابة 59- فلا تكون مثلا الأخت الشقيقة 59- عصبة مع ابن الأخ الشقيق 60- لأنه أدنى درجة 60- واستثنى العلماء من قاعدة اتحاد الدرجة 61- بنات الابن مع ابن الابن 61- فإنهن يكون عصبة به 62- إذا احتاجت إليه 62- والعصبة بالغير 63- ينحصر في أربع من النساء 63- هن 64- واحد 64- البنات مع الابن 65- اثنان 65- الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق 66- ثلاثة 66- الأخوات لأب مع الأخ لأب 67- أربعة 67- بنات الابن مع ابن الابن 67- أو مع الأدنى منهن 67- إذا احتجنا إليه 67- وبما سوق 67- يتبين لنا أن الأنثى 68- التي لا فرض لها 69- لا تكون عصبة 69- مع أخيها 69- لأنها لا تكون 70- إلا ممن فرضهن 71- النصف أو الثلثان من الإناث 71- وبذلك 71- يعلم أن العم 72- لا ترث مع العم 72- ولا بنت العم 73- مع ابن العم 74- ولا بنت الأخ 74- مع ابن الأخ 74- لأنهن 74- لسن من ذوات الفروض 75- ثالثا 75- العصبة مع الغير 76- تعريفها 77- هي كل أنثى 77- احتاجت في عصوبتها 77- إلى أنثى 77- ولا يكون ذلك 77- إلا للأخوات الشقيقات 77- أو الأخوات لأب 77- مع البنات 78- أو بنات الأمن 78- لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 79- اجعل البنات مع الأخوات عصبتا 79- أما عن موقف القانون 79- فقد نصت المادة 274 على ما يلي 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض 79- أو وجد ولم تستغرق الفروض التاركة 80- أو ما بقي منها بعض الفروض للعصبة من النسب 2- العصبة من النسب ثلاثة أنواع 80- هي 1- عصبة بالنفس 2- عصبة بالغير 3- عصبة مع الغير 80- ونصة المادة 275 للعصوبة بالنفس جهات 4- مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن نزل 2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبية وإن على 3- الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأبن وأبناءهما وإن نزلوا 4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأبن وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن على وأبناء من ذكروا وإن نزلوا ونصة المادة 276 على ما يلي 1- إذا تحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت 2- إذا تحدوا في الجهة والدرجة كانت تقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط 3- إذا تحدوا في الجهة والقوة والقرابة كان الإرث بينهم على السواء ونصة المادة 277 على ما يلي 1- العصبة بالغير هن 1- البنات مع الأبناء 2- بنات الأبن وإن نزل مع أبناء الأبن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقا وكانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك 3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين 4- والأخوات لأبن مع الإخوة لأب 4- يكون الإرث بينهم في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين 5- ونصة المادة 278 على ما يلي 1- العصبة مع الغير هن 6- الأخوات لأبوين أو لأبن مع البنات أو أبناء الإبن وإن نزل 7- ويكون لهن الباقي من التركة بعض الفروض 8- في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين 9- وتعتبر الأخوات لأبن كالإخوة لأب 10- ويأخذنا أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة 11- ونصة المادة 289 على ما يلي 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهن كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبنا مع الفرع الوارث مع الإناث 2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبنا بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفرود بطريق التعصيب 3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرد سدس 4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب مسائل وتطبيقات 1- مات عن بنت ابن وأخت لأب وعمة لبنت الابن النصف ولأخت الأب الباقي لأنها أصبحت عصبة مع البنت ولا شيئة للعمة 2- ماتت عن زوج وأخ لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة 3- للزوج النصف لأخ الأم السدس والباقي للأخ والأخت للذكري مثل حظ الأنثيين 3- مات عن أب وابن وبنت وأخت شقيقة 4- للأب السدس فقط وللابن والبنت الباقي للذكري مثل حظ الأنثيين 5- ولا شيئة للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالابن والأب نهاية الجزء الثالث من الوحدة التعليمية الرابعة تمارين السؤال الأول يأخذ السدس من الورثة ما يلي 1- الزوج 2- الزوجة 3- البنت 4- الجد الجواب الصحيح هو رقم 4 أي الجد السؤال الثاني ترث الأخبات مع البنات وتسمى طريقة الإرث 1- عصبة بالنفس 2- عصبة بالغير 3- عصبة مع الغير الجواب الصحيح هو رقم 3 أي عصبة مع الغير نهاية التمارين ونهاية التسجيل ترجمة نانسي قنقر